حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاء جمعه مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من تداعيات قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتوقع بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال مضيفا أن تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين سيعزز الاستقرار في الشرق الأوسط كما أكد جلالته تمسكه بضرورة الحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس أما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فشدد على جهته أو من جهته على أن القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المدينة دون أي تغيير